اشتركوا في القناة لكي تبدو جميلة وتغير ملامح وجهها قبل تعرفها عليه وبعد لقائهم الاول قبل الزواج عبر لها عن رفضه للفتيات القبيحات وهو ما جعلها تخفي حقيقتها عنه وبعد اطلاع المحكمة على تفاصيل القضية التي رفعها الرجل ضد زوجته متهما اياها بالكذب عليه ووهمه بانها جميلة حكم عليها بدفع غرامة قدرها 120 الف دولار للزوج كتعويض للاضرار التي الحقتها به على حد قوله بانجابها اطفال قبيحين فما تعليقكم على تصرف الزوج وهل ترونه على حق؟ ترجمة 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 نانسي قنقر أطنijk لأنه لا تريد حظا Whether المعارض لديهم مؤقت لديهم se haكمل امعatrebek can't bear to look the picture little I hope it will not appear anymore The children are wont to well but it will hurt them when they grow up A Taiwanese model who posed in a plastic surgery ad is now threatening to sue the agency responsible for the photo claiming she has lost her career and loved ones because people believe she has had word done There is a wasn't when I got these commercial and advertisement assignments was two years ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر